مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وهو العيد الرابع من أعوام الحرب يجد الكثير من اليمنيين أنفسهم عاجزين عن توفير قسوة العيد لأطفالهم والمتطلبات الدنيا من لوازم العيد فقد فشل اليمنيون في مواجهة الحرب وما خلفته من أوضاع اقتصادية بالغة السوء واختزل اليمنيون حاجتهم برغيف ومأوى غير أن هناك في المقابل مبادرات جبابية وخيرية تقوم بأنشطة هدفها ردم الهوة التي نشأت بين متطلبات اليمنيين وبين ما خلفته الحرب الأزمة أخرجت الكثير من الأفكار التطوعية التي جاءت على هيئة مبادرات خيرية وإنسانية تكشف عن معدن اليمنيين النقي في الأزمنة الصعبة والعسيرة من بين هذه المبادرات المتعلقة بالعيد مبادرات حظيت بنجاح وإقبال كبيرين تقوم على توفير قسوة المعوزين والفقراء وما أكثرهم المشروع هدفه جمع الملابس الصالحة لللبس وعرضها في سوق خيري مجاني كبير بصنعاء يستهدف الأسر الفقيرة المتعففة قبل العيد للعام الثامن على التوالي تقوم مبادرتك البنيان بتنفيذ حملتها لتوزيع الملابس المستعملة على الفقراء والمحتاجين قبيل أيام العيد العيد وشهر رمضان الذي بات معروفاً لليمنيين أنه شهر البر والخير لقي رواجاً كبيراً في الأعمال الخيرية التي تقف خلفها أياد بيضاء والجدير بالذكر أن هذه المبادرات قد تجاوزت الأعمال الموسمية في هذا البلد الذي طحنته الحرب ويعاني نصف سكانه من انعدام الأمن الغذائي وأكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر مبادرات إنسانية وطوعية كثيرة لكنها وبقدر ما سعت لكسر الأوضاع الصعبة والحد من معاناة المواطنين وتطوير العمل التطوعي عززت باتجاه آخر روح الانتماء للناس ودفعت الكثير منهم لممارسة هذه الأنشطة الطوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت أداة لتسهيل وتسويق الأفكار موسيقى